زي ما انا بتكلم من امبارح لغاية النهاردة وزي ما بتكلم دايما الحقيقة ان جمهوري النادي الاهلي هو اساس البطولات والانجازات وهو الاساس ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية بعد بكرة نهاردة الاربع يوم الجمعة عندنا مباراة مهمة جدا 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 ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن هذه المباراة مباراة مازنبي طيب ده طبعا الملحق الخاص بالمصري اليوم في عشر صفحات سعيد بيها جدا الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين تفصلنا عن المباراة ان شاء الله مباراة مهمة جدا امام مازنبي بطل الكنو هذه المباراة اللي هتقام باذن الله ان شاء الله في العاشرة الجمعة على ارض ملعب استاد القاهرة مباراة العودة زي ما حضراتكم عارفين المباراة الاولى تعادل سلبي ما بين الفريقين هذا التعادل انا شخصيا هحط المباراة الاولى دي على جنب بحدش يقولي شعر انا كده هحط المباراة دي على جنب وكأنها ما تلعبتش مع انها مباراة حلوة جدا للنادي الاهلي بالمناسبة وانا مش عايز اقول كده من يومها ولكن هذه المباراة واحدة من افضل المباراة اللي قادرها مارسيل كولر اللي هالي السابقة ومن افضل مباراة اللي اتلعبت من اللاعبين جوه الملعب سواء روح او عزيمة واسرار وتكتك جوه الملعب كل حاجة كانت حلوة في هذه المباراة ولكن انا هحط كل المباراة دي على جنب وحنتظر يوم الجمعة القادم ماذا سيحدث زي ما قلت لحضراتكم وزي ما دايما بقولكم انا لما باتكلم مع حضراتكم باتكلم بمنتهى الصراحة انا شايف وجهة نظر الشخصية كراج اللي عبت شوية كورة يعني ان هناك فارق فني ما بين النادي الاهلي ونادي مازمبي فارق فني واضح ولكن المباراة اللي هناك مازمبي من الفرق الكبيرة من الفرق اللي عندها خبرة المكسب البطولات اربع خمس بطولات موجودين دوري ابطال افريقيا وبالتالي هذا الفريق يستحق ان احنا نحترمه احنا النادي الاهلي بيحترم كل الفرق وبيحترم كل حاجة ولكن انا هنا بتكلم على لان انا سامع حاجة الناس بتتكلم بنا وبن بعد كده يقولك ايه ان شاء الله هنكسب هللاعب مين هللاعب الترجي ولا سانداونز والله يا جماعة مطش يوم الجمعة ده مطش صعب جدا 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 ولكن انا اتطمنت الحمد لله والشكر لله عارفين اتطمنت ليه اتطمنت عندما تكلمت مع معظم اللاعبين اللي موجودين في الفرقة كلهم بيقولي لي مين اللي قالي ان هو سهل يا كابتا ده مطش من اصعب المطشات اللي هتتلعب ده مطش صعب جدا جدا في ارض الملعب وبالتالي انا مستريح من جواي ان شاء الله ربنا هيكرمنا لانه عندنا لاعبين مركزين عندنا مدير فني مركز في المباراة كالعادة عندنا جمهور ان شاء الله هيوقف خمسين الف متفرج موجودين في استاد القاهرة ان شاء الله يوم الجمعة حينتظروا اول لعب حينزل ويكسروا الدنيا يكسروا الدنيا بالتشجيع يكسروا الدنيا بان انت تقف وتساند وتدعم فريقك هو ده اللي مطلوب يوم الجمعة احنا مش طالبين اي حاجة وكالعادة عندما نتعلم احنا عندما يقال واحد بتكلم لما كان لعيب يعني لما كان لواحد لعيب عندما تتعلم تتعلم من الجمهور وخصوصا من جمهور النادي الاهلي اللي بيعلمك ان انت تقدر تموت نفسك لغاية اخر دقيقة او اخر ثانية انتو لو تتفرجوا على مباراة ليفربول وايفرتون النهاردة ايفرتون كاسبان 2-0 اللي مخلي ايفرتون كاسبان 2-0 جمهوره لكن ليفربول اعلى بكتير جدا واضع 50 جول ليفربول ولكن انتهت النتيجة 2-0 لأيفرتون بسبب اسرارهم وقتلهم وعزمتهم جوة الملعب والانا كاهلاوي عندي قدها 100 مرة وكجمهور النادي الاهلي عندي قد الجمهور ده 100 مرة وبالتالي يوم الجمعة ان شاء الله ننتظر الدعم والمسندة كل اللاعبين ينتظر الدعم والمسندة وبالمناسبة ممكن جدا تلاقي لعب مش في مستوى بتحصل وطبيعي مفيش مشكلة نحن نقف ونساند انا شخصيا اتعلمت من حضراتكم كده اتعلمت من جمهور النادي الاهلي هذه الامور عشان كده انا بطلع اتكلم فيها بطلع اتكلم فيها لانها من حضرتك من حضراتكم من كل جمهور النادي الاهلي اتعلموا لكل الناس اللي لا تعلم قيمة جمهور النادي الاهلي اتعلموا من جمهور النادي الاهلي وشوفوا بيعملوا ايه شوفوا في مباراة الطايرة على فكرة فريق موليد ابو سالم واحد من اقوى الفرق الافريقية وهو بطل افريقي انت تكسبوا 3-0 بهذا الشكل بسبب الجمهور مبارح بسبب الجمهور وجهة نظر يعني طبعا عندنا فريق قوي جدا وكل حاجة ولكن جمهور النادي الاهلي هو الاساس جمهور النادي الاهلي زي ما كابتن الخطيب ألف كلمته قالك انه جمهوره ده حماه جمهور النادي الاهلي هو حماه وبالتالي المنظر اللي احنا شايفينه ده كان من صالة امبارح من مباراة الطايرة نهائي الكرة الطايرة ما بين النادي الاهلي ونادي موليد ابو سالم هو ده اللي كسبنا مهارات اللعيبة وكل حاجة واسرارهم وعزمتهم وروح الفنينة للحمراء اللي موجودة في كل الالعاب فان شاء الله بكرة العدد ده كافي وزيادة في ملعب ملعب الطايرة ولكن الخمسين الف ان شاء الله بكرة في ملعب كرة القدم في استاذ القاهرة ان شاء الله يكسروا الدنيا يكسروا الدنيا بالتشجيع زي ما قلت وبالمساندة وبالدعم مش تكسر الدنيا يكسر يعني نشجع من قلوبنا عشان كده انا بقول لحضراتكو دايما خلي بالكو انتو الاساس في كل شيء